عشان كده بقولك فيه حاجات كده أنا مش يعني ايه مش ماشي ماشي يا أمني يعني عديها بس أمنيها at the end of the day هي عنادية ليه؟ ما هو يعني تفتكري بنت عندها عشرين سنة هتحب الأول قعدت تحب ابتدائي وعدادي في السنة وماشاء الله وبعدين بعد الضرب ده كلهم وبعد البهدلة دي كلها قدرت تروح تتجوز من وراء أهلها بتشجيع من الخالق أو الخالق لا تمانتي فين ما هم ممكن يشجعوك هي مش عنادية هي اخترت صح؟ أنا مش بقول إنها اخترت غلط ولا صح أنا مش باتكلم على الاختيار صح ولا غلط أنا باتكلم على إن زعقتها من دماغة ولما بتحط في دماغة حاجة بتعملها أو ياري هام شافت لما شكتوش منهم أنا شفت فيك اللي احتواء والحنان والطيبة لما شفتاش في أهلي تعالي بقى في الحتة دي أنا شفت فيه ده وبالتالي أنا ارتبطت به أنا بقولك يا أمنية بوسي إيدك ووش وضهر إنه طلع كويس؟ إنه طلع بني أدم كويس لكتا هتبقى ليه بقى؟ ليه بقى؟ عشان كده إحنا ليه كلنا بنقول إحنا مش عايزين حد يتجوز بدون موافقة الأب والأم لأن بناتنا مش رخاص وما يتعاملوش رخاص زي هي طلعوا من بيت أبوها دخل بيت الجران حوالي رجل لما يلاقيش إنه ليه سند وضهر ممكن يتعافى عليها يعني فيه رجلان بتقاشحنينة فيه واحد يبقى حنين يقولك أنا حياتك كده بقولها بوسي 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 وضهر عشان كده بقولهم دايما يا جماعة الأهل عزوة بس الحمد لله أنا خليت معها أهل برضو مش معهاش أهل يعني بس الأهل عزوة لأن في أول خناقة الخناقة يعني إيه يعني إيه يعني أنت عايزة توجاعي لقدامك و اللي قدامك عايزة وجاعك سعر؟ هارمينه كلام سمي طيب يبقى حتى تجي في نقطة ضد ضعف طبعا نقطة ضد ضعف إيه إن إحنا في مجتمع الشرقي وإن إنتي تجوزتيني من وراء أهلك ترجمة نانسي قنقر